يعني ثلاث حالات فيه آخر ثلاث سنوات مثلا؟ يمكن تقريباً يمكن اه 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 لو اني حد يحلل هذه المسألة سيرى بأن الامية الدينية شديدة الوطأة في العلاقات الزوجية اه نعم نعم اثنين الرعونة الزوجية رعونة الزوج اه شديدة ايضاً وكثيرة جداً بحيث انه كأنه عندما ينطق بكلمة الطلاق بيسببت رجولة يعني لا يكون رجولة استعراض رجولة استعراض رجولة اللي اذا قال ما بيستعملش كلمة الطلاق في محلها سعيد نمرى ثلاثة اه حالات الغطب كثيرة عند الزوج والزوجة اه ربما نتيجة افتعال مشكلات وربما لأدفع الأسباب وربما للضغوط وربما للضغوط معينة اه فأنت من مجموعة هذه الامور هل تستطيع ان تطمئن الى ان هذا الطلاق واقع نتيجة مثل هذه الظروف المحيطة بك لما تأتي الى الفقه الاسلامي الكبير الممتد الاطراف بتجد منظومة فقهية منظومة فقهية هذه المنظومة الفقهية بتقول لك هذا الطلاق تصرف زي زي اي تصرف من التصرفات لا ينتج الا عن رضا يعني الذي اوجه لهذا التصرف انك راض به والرضا امر خفي ولا يمكن ان يظهر هذا الرضا ظهورا واضحا وترتب عليه الاثار الا اذا كان الرضا كان صحيحا وصحته يعني ان يبتعد عن التدليس وعن الغر وعن الجهالة وعن الاكراه وعن الغضب كل هذه الامور ابعدها اولا واذا ابعدتها سيتبين لك انك امام تصرف وقصد صحيح وهل يجب علي انا ان ابحث عن قصود الازواج في الطلاق نعم وانا مؤمن بذلك تماما في ظل عصرنا الحاضر والفقه الاسلامي يساعدني على ذلك في قول عند المالكية وفي قول الظاهرية وفي قول مزاهب اخرى من غير المزاهب الاربعة والقواعد العامة التي تضبط عملية التصرف في حد ذاته من صدور الرضا الصحيح كل هذه المنظومة الفقهية تقول لي انك لا توقع طلاقا الا اذا وجدت ان الزوج ابتعد عن كل ولم يكن محاطا بكل هذه الضبوط من الاكراه ومن التدليس ومن الجهالة ومن كذا بحيث انك يا مفتي يعني تكون مطمئنا الى ان الرضا كان صحيحا عند الزوج وبناء على ذلك لو اتبعنا هذه المنظومة سينتج عندنا بارتياح شديد هذه النسبة التي وصلت واحد في الالف الواحد في الالف ربما قد لا نجده من الطلاقات وبناء على